موسيقى تواصل وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني منح رخص الاستيراد للمزيد من العلامات الصينية المشهورة وهذا ما يزيد من وطيرة المنافسة وإغراق السوق بسيارات بأسعار معقولة وكشفت مصادر إعلامية قريبة من وزارة الصناعة منح الاعتماد لاستيراد علامة جيتور الصينية الشهيرة وعلامة أم جي وهذا ما يجعل العلامات الصينية التي تحصلت على رخص استيراد السيارات يتجاوز عشر علامات ولا تزال العلامات الصينية تصنع الحدث في الجزائر بحصولها على النسبة الكبيرة من حصة استيراد السيارات لتكون هذه العلامات هي من تهيمن على السوق الجزائرية خلال الأشهر القادمة وفي هذا السياق كشفت مصادر إعلامية أن علامة فيكتوري الصينية ستدخل الجزائر قريبا ابتداء من 149 مليون فقط وتترقب العلامة الفصول على الاعتماد النهائي بعد أيام وحسب نفس المصدر فإن المركبات من علامة فيكتوري الصينية لها ضمان خمس سنوات أو 150 ألف كيلو متر بالنسبة لكامل موديلات فيكتوري في الجزائر وتحتوي هذه العلامة الصينية على 18 وكيلو معتمد موزع عبر التراب الوطني هي شبكة توزيع العلامة الصينية المتخصصة في السيارات النفعية فيكتوري حتى الآن وأضافت نفس المصادر أن علامة كاري الجزائر هي الأخرى على الاعتماد النهائي لاستيراد السيارات وهي علامة تابعة لشركة شيري أوتوموبيل الصينية وهذه العلامة متخصصة في تسويق المركبات النفعية ترجمة نانسي قنقر